اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه ومعه محافظ شبوى محمد بن عديو على أوضاع عدد من المرافق الصحية بمدينة عتق واشاد الوزير خلال زيارته للمستشفى العام ومركزي الأورام السرطانية وغسيل الكلا بمدينة عتق بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى والمراكز التخصصية للمرضى منوها بأهمية خدماتها الطبية والعلاجية للمرضى ومثمنا دور السلطة المحلية في دعم قدرات المراكز الصحية وتزويدها بمنظومة من الأجهزة الطبية الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة المرضى واستمع الوزير بحيبه ومعه محافظ شبوى من مديراء عام مستشفى عتق الدكتور خالد العياشي ومركز الأورام السرطانية الدكتور صالح المصواع إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى ومركز الأورام للمرضى وأوضح الدكتور المصواع أن إجمالية المستفيدين من الخدمات العلاجية والتشخيصية بمركز الأورام بلغت حتى نهاية أبريل الماضي 1545 مريضا ومريضة من المصابين بأكثر من 20 نوعا من أنواع السرطانات مؤكدا حاجة المركز إلى مبنى كبير ومستقل قادر على استيعاب أعداد المرضى المتزايدة بالمحافظة وأوجه الوزير بحيبيح باعتماد موازنة تشغيلية للمركز وترفع الحالات المعتمدة له من 10 حالات إلى 30 حالة كما افتتح وزير الصحة ومحافظ شبوة محطة تحلية المياه بمركز غسيل الكيلة بمدينة عتق والتي بلغت تكلفتها 128 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية إلى ذلك اطلع وزير الصحة ومحافظ شبوة على الخدمات العلاجية والوقائية التي يقدمها مركز العزل بمدينة عتق مشيدين بمستوى العمل الطبي بالمركز ومثمنين جهود كوادره الصحية ودورهم في خدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد